مرحبا يا حبيبين كيف حالكم اليوم ان شاء الله سنتناول موضوع جديد في القواعد وهو الحال نتأمل الآن الأمثلة التالية واحد أتى القطار مسرعا اثنان حضر والدي فرحا ثلاثة يحب الناس التاجرة أمينا الآن ما نوع الكلمات الملونة باللون الأحمر مسرعا وفرحا وأمينا ما نوعها من أقسام الكلام هل هي أسماء أم أفعال أم حروف هي أسماء إذن هذه الكلمات نوعها أسماء كيف عرفت إنها أسماء لأنه احتوت على تنوين الفتح قلنا إنه الإسم يقبل أل التعريف والتنوين بعكس الحرف والفعل إذن نوع الكلمات الملونة باللون الأحمر هي أسماء طب الآن ما حركة آخرها نلاحظ أن حركة آخرها كلها تنوين فتح وأخذنا بالقواعد أن تنوين الفتح هي أو الفتحة تكون علامة النصب إذن حركتها تنوين فتح وتنوين الفتح هي علامة النصب إذن هذه الكلمات ما نوعها هي أسماء منصوبة إذن هذه الكلمات أسماء منصوبة طب الآن لو أردت تكوين أسئلة من هذه الجمل ماذا أقول؟ يعني إنها هاي الجمل الثلاثة أريد تكوين منها أسئلة أي اسم من أسماء الاستفهام الأخطار؟ أقول كيف أتى القطار؟ فيكون الجواب مسرعاً كيف حضر والدي؟ يكون الجواب فرحاً كيف يحب الناس التاجرة؟ فيكون الجواب أميناً إذن استخدمت اسم الاستفهام كيف تكوين أسئلة من هذه الجمل؟ وأخذنا أيضاً أن اسم الاستفهام كيف يستخدم للسؤال عن الحال إذن هذه الأسماء تسمى حال إذن هذه الأسماء مسرعاً وفرحاً وأميناً تسمى في القواعد حال ماذا أقصد في الحال؟ إذن الحال هو اسم منصوب يبين هيئة والحال التي أتى عليها الفاعل أو المفعول به كيف يعني نرجع للأمثلة؟ أتى القطار مسرعاً أقول ما الحال التي أتى عليها القطار؟ يعني الحال استخدمت كلمة الحال ما الحال التي أتى عليها القطار؟ مسرعاً ما الحال التي حضر بها والدي؟ فرحاً ما الحال التي يحب الناس التاجر فيها؟ إنه يكون أميناً إذن قلنا بأنه أيضاً نبين هيئة الهيئة التي أتى عليها الفاعل أو المفعول به يعني هنا هون عندنا أتى فعل القطار هو فاعل ومسرعاً هون الحال يعني حكى عن حال الفاعل اللي هو القطار حضر والدي فرحاً حضر فعل فاعل حال إذن هون تحدث عن هيئة الفاعل اللي هو والدي يحب الناس التاجر أميناً يحب فعل الناس فاعل التاجر مفعول به وأميناً حال هنا بريين بيّن هيئة المفعول به اللي هو التاجر يعني القطار هون هو اللي مسرع والدي هو اللي فرح والتاجر هو اللي بيحبوه الناس يكون أميناً كمان مرة الحال يسم منصوب يبين هيئة والحال التي أتى عليها الفاعل أو المفعول به وطبعاً يكون منصوباً بتنوين الفتح ننتقل الآن إلى إعرابه نعود إلى الأمثل السابقة أتى القطار مسرعاً أتى القطار مسرعاً أقول كيف أتى القطار؟ جاوبنا بأنه مسرعاً إذن الحال التي أتى عليها القطار أنه مسرعاً إذن مسرعاً نعربها حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره الجملة الثانية يحب الناس التاجر أميناً قلنا كيف يحب الناس التاجر أنه يكون أميناً إذن الحال التي يحب الناس عليها التاجر أنه يكون أمين إذن أميناً حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره وكذلك الجملة الجملة الثانية اللي هي حضر والدي فريحاً كيف حضر والدي أقول فريحا إذن فريحا أيضا حال منصوبة وعلامة نصبه تنوين الفتح إذن الحال هو اسم منصوب يبين هيئة الهيئة التي أتى عليها الفاعل أو المفعول به ويكون منصوبا بتنوين الفتح وأسأل عنه بكيفة إذن الحال أسأل عنه بكيفة ننتقل الآن إلى التدريبات الخاصة بالحال صفحة 64 و 65 السؤال الأول امدأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين ثم اقرأ منتظرا واقفة مسرع غزيرة ألف نزلت الأمطار فراغ أقول كيف نزلت الأمطار غزيرة إذن غزيرة حال منصوبة تحدثت أسيل فراغ على المسرع كيف تحدثت أسيل تحدثت أسيل واقفة على المسرع واقفة حال منصوبة ذهب اللاعب إلى الصباق فراغ كيف ذهب اللاعب إلى الصباق ذهب مسرعا إذن مسرعا حال منصوبة وقف أحمد على الطريق فراغ الحافلة كيف وقف أحمد على الطريق منتظرا الحافلة إذن منتظرا حال منصوبة السؤال الثاني صلى العبارة في العمود الأول بما يكمل معناها في العمود الثاني أعاد اللص الجوادة كيف أعاد اللص الجوادة معتذرا إلى الفارس يعني ما الحال التي أعاد عليها الجواد أعاده معتذرا إلى الفارس إذن معتذرا هي الحال رجع خالد بن الوليد منتصرا في يوم اليارموك إذن منتصرا هي الحال عادت لمياء من المدرسة فريحة بشهادة التقطير كيف عادت لمياء من المدرسة فريحة تراجع العدو كيف تراجع العدو خاثرا واصل النجار عمله كيف واصل النجار عمله نشيطا السؤال الثالث املأ الفراغ على نمط المثال قرأت الطرفة هي حطنبن أقواص ضاحكون شو بتصير ضاحكا لأنها حال شرب سعيد الماء جالسا شو بتصير كيف شرب سعيد الماء جالسا لأنها حال بتصير تنوين فتح لأنها منصوبة حرث المزارع الأرض مستبشرا بنزول المطر حدث الأب أبناءه ناصحا لهم دخل الرجل بيته مسلما على أهله السؤال الرابع رتب الكلمات فيما يأتي لتؤلف جملة مفيدة على عمله أداء حرص مخلصا العامل أقول حرص العامل على أداء عمله مخلصا كيف حرص العامل على أداء عمله مخلصا أداء مخلصا أنها تكون الحال ترجمة نانسي قنقر